والذين استخدموا الدين لتحقيق الأهداف السياسية عبر التاريخ كثير منهم فرعون فرعون لما أراد الذي ادعى الألوهية والدعى الربوبية لما جاءه موسى عليه السلام ما قال فرعون لقومه إنه جاء ليأخذ الألوهية مني إلى من يستحقها وهو الله سبحانه وتعالى وأنما قال ذروني أقتل موسى واليد رب إني أخاف أن يبدي دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد لعب برقة الدين وحتى الدول التي دينها الإلحاد مثل التحديد سوتي سابقا ستالين جوزف ستالين في الحرب العالمية الثانية الذي خلف لين كما هو معلوم وهم سادة وقادة الإلحاد في العالم الذي انتهى والله الحمد لما اقتربت القوات الألمانية من برليل خطب في العمان والفلاحين وقال هلموا هي تافعوا عن أديانكم على كل حال استخدام الدين في الأمور السياسية هذا ليس جديدا وأعتقد أنه فيما عدا الخلافة الراشدة ما بعد ذلك بدأ استخدام الدين لتحقيق مآرب سياسية وأعتقد أنه فيما عدا الخلافة الراشدة ما بعد ذلك بدأ استخدام الدين لتحقيق مآرب سياسية صبت في مصلحة الأمة كما هو الحال في بعض جوانب الخلافة العباسية والأموية أو صارت على خلاف ذلك كما هو الحال في مثلا أمريكا حينما تتحدث أحيانا عن الدين في لحظة من اللحظات وتحدث حتى عن الدين الإسلامي في لحظة من اللحظات وبالتالي إيران السياسية هي كأي كيان سياسي برقماتي يريد أن يصل إلى أهدافه السياسية من خلال جميع المعطيات وأقوى معطى في الساحة هو الدين لكن يا دكتور بعد سدك هذا التاريخي يعني أنت تريد تصل إلى الآن إلى أنا ولذا أصل أنه نحن الآن بين مفترق طرق إما أن نقول الإسلام والإسلام واضح رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلافاء الراشدي المهدينا بعدي عضوا عليها بالنواجد من يقوله في المنطقة مثلا والربيع العربي كشف الدول العربية للأسف يعني كأنها اصطفت لإيران مثلا النظام النصيري كل ما ينكشف في الربيع العربي هو كان ليس المصطفى مع إيران يا أخي النظام في دمشق أصلا كان مع إيران ضد العرب قاطبة أنا ما أتكلم عن المسلمين عن العرب لأنها قوميات تتقاتل ضد العرب قاطبة في الحرب العراقية الإيرانية مثلا بشيء غير متوقع الآن لما أقول لك أن السياسة لها أبجديات غير شريفة مع كل أسف إلا خينما تكون منطلقة من الوحي الذي سار عليه النبي والسلام وصحابته والخلفاء الراشدون بشكل محدد ومن سار على نهجه من كان هناك أحد إلا من رحمة ربي أنا ومن سار على نهجه من كان هناك أحد إلا من رحمة ربي أنا ما أخص أحد لكن الخلافة الراشدة هي المنهج والمنهج النبوي أو السنة النبوية هي النبراس كل ما في الأمر أنه كما فتح هذا الضجيج بزر يغلقه بزر آخر نحن لا نريد ضجيجا ولا شتما نريد أن نكون على منهجية واضحة بأننا مسلمون ومنهجنا هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من بعده وتاريخيا أنا لا أريد أن أدخل في الطائفية لكن تاريخيا وبدهيا وسطحيا كذا الكل يعلم أن النبي عليه وسلم قد انتقل إلى ربه وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعم قبل أن يظهر شيء اسمه مذهب شيء أو طائفة شيئية فيعني هذا بديهية حشان ما ندخل بالتفاصيل كلها صحيح ما له ما للتفاصيل كلها هذا أكفي يكفي ما في أحد من يعني من الإخوة الشيعة يأتي ويقول يوم الأيام لنا أنه والله ترى إحنا بالنسبة لنا إحنا الأصل لا الأصل هو الإسلام ولا ننادي بطائفية نحن بالنسبة لنا نعتبر هذا كله غير مقوم لا نقبله لماذا؟ لا نقبله لأننا لا نريد أن نتشرذم ونعطي العدو فرصة طبعا هذا الكلام لما قوله لبعض الإخوة دائما يفهمون يقول هذا الرجل يميع يضيع يا أخي والله الذي لا إله الله إني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأتعبد الله سبحانه وتعالى في عدم موالات من يقول أن القرآن محرف إذا وجد كائنا من كان ومن يقول في أمهات المؤمنين قولا عظيمة بل إن أهل العلم قالوا هذا الصحيح أنه من يقول في أم المؤمنين كلاما فهو كافر لأنه ينكر نص صريح القرآن الذي برأها مثلا صحيح ومن يعني يعتدي على أعراض الصحافة رضي الله عنهم لكن هذه ليست طوية صوتك يا دكتور قد لا يوافق التقريب مثلا لا عفوا وليس مدى التقرآن شوف يا أخي لا 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 تعطيني شهادة حسن سيرو السلوك ما عليش أنا أقول لك شيء مهم في الموضوع لما نتكلم عن السياسة والمعطيات السياسية والاقتصادية فاعلم أن الإيرانيين أنفسهم أن الإيرانيين أنفسهم أيضا هذا الدين بالنسبة لهم وسيلة مثل ما هو عند غيرهم وسيلة وليس غاية يعني الحكومة الإيرانية التي تدير إيران سياسيا وعسكريا وإعلاميا ودبلوماسيا هذه حكومة مثلها مثل أي حكومة على خرط العالم اليوم